اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الحافة اليمنى من الطريق السريع في الميول نحو يصارك وهذا يدل على التالي الاختيار الاول عليك ان تتجه يصارا الاختيار التاني الطريق ستصبح ضيقة الاختيار التالت انت تقترب من اشغال الاختيار الرابع انت تقترب من تقاطع ملتقى طرق الجواب الصحيح والاختيار التاني الطريق ستصبح ضيقة انت تقترب من عبور خط سكة القطار مع عدم وجود اجهزة الانضار وغير قادر على رؤية 400 قدم اسفل المسارات في اتجاه واحد الحد الاقصى للسرعة هو فراغ ميل في الساعة الاختيار الاول خمسة عشر الاختيار التاني عشرين الاختيار التالت خمسة وعشرون الجواب الصحيح والاختيار الاول خمسة عشر ماذا يجب ان تفعل كي تتجنب التوقف المفاجئ الاختيار الاول استعمل بوق السيارة لتنبيه الاخرين الاختيار التاني الحفاظ على مسافة بينك وبين السيارات التي امامك الاختيار التالت سر بسرعة اقل عن باقي العربات الاختيار الرابع ابقى في الحارة يمنا فقط الجواب الصحيح والاختيار التاني الحفاظ على مسافة بينك وبين السيارات التي امامك خلال القيادة ليلا يمكن أن تقلل من تأثير أضواء السيارات المقابلة لاتجاهك بي على اختيار الأول استعمل نظارات ذات زجاج رقيق على اختيار الثاني انظر إلى أسفل الحاشية اليمنى للحارة التي تسير عليها على اختيار الثالث انظر إلى أسفل الحاشية اليمنى للحارة التي تسير عليها الجواب الصحيح والاختيار الثالث انظر إلى أسفل الحاشية اليمنى للحارة التي تسير عليها ماذا ينبغي فعله بعد الدخول إلى الطريق من ممر خاص؟ الاختيار الأول السماح للمشات والعربات وإعطاؤهم حق الأسبقية الاختيار الثاني أدخل مقدمة سيارتك في الطريق حتى يتمكن الآخرون من رؤيتك والسماح لك بالدخول الاختيار الثالث استعمل بوق السيارة لتنبيه بأنك ستدخل الطريق الجواب الصحيح والاختيار الأول السماح للمشات والعربات وإعطاؤهم حق الأسبقية خرجت للتو من الطريق السيار ودخلت إلى طريق تانوي يجب التحقق الاختيار الأول من عداد المسافة وضبط سرعتك على سرعة المحدودة للطريق التانوية الاختيار الثاني غير مستوى تغير السرعة من الأعلى لأسفل تدريجيا الاختيار الثالث ابقى بعيدا من السيارات الأخرى الاختيار الرابع من ضغط الهواء بعجلات سيارتك الجواب الصحيح هو الاختيار الأول من عداد المسافة وضبط سرعتك على سرعة المحدودة للطريق التانوية الخط الصلب المتواصل الأصفر بجانب الخط المتقطع يعني أن السيارة الاختيار الأول يمكن أن تمر من الاتجاهين الاختيار الثاني السيارة التي بجانب الخط المتقطع يمكن أن تتجاوز الاختيار الثالث بجانب الخط الصلب المتواصل يمكن أن تتجاوز الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني السيارة التي بجانب الخط المتقطع يمكن أن تتجاوز الطريق تتجمد بسرعة عندما تكون الاختيار الأول تحت الضل الاختيار الثاني منبسط الاختيار الثالث منعرج الجواب الصحيح هو الاختيار الأول تحت الضل الشيء الأكثر فعالي يمكنك القيام به للحد من خطر الإصابة أو القتل في حادث حركة المرور هو الاختيار الأول البقاء في الحارة اليمنى على الطريق السريع متعددة الحارات الاختيار الثاني استعمال حزام السلامة الاختيار الثالث لا تقود سيارتك إلا أيام العمل في الأسبوع الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني استعمال حزام السلامة قدرتك على التوقف ترتبط بي الاختيار الأول حالة الطريق الاختيار الثاني الوقت خلال اليوم الاختيار الثالث سيارة أخرى على الطريق الجواب الصحيح هو الاختيار الأول حالة الطريق عند القيادة بمنطقة بها أطفال يلعبون يجب أن تتوقع الاختيار الأول أن الأطفال سيجرون أمام سيارتك دون أن ينتبهوا إلى سيارتك الاختيار الثاني أن عليك الوقوف بالرصيف قبل المواصلة الاختيار الثالث أن شخص بالغ سيكون معهم لمساعدتهم على قطع الطريق الجواب الصحيح هو الاختيار الأول أن الأطفال سيجرون أمام سيارتك دون أن ينتبهوا إلى سيارتك دائما توقف قبل أن تقطع معبر سكة القطار الاختيار الأول إذا لم تكن هناك مساحة شاغرة في الناحية الأخرى من المعبر الاختيار الثاني إذا كان المعبر بالمدينة بها حركة القطار متكررة الاختيار الثالث تنقل أطفال في سيارة ركاب الجواب الصحيح هو الاختيار الأول إذا لم تكن هناك مساحة شاغرة في الناحية الأخرى من المعبر إذا قابلت سيارة مستعملة الأضواء العالية يجب أن توجه نظرك نحو الاختيار الأول حفة الطريق اليمنى الاختيار الثاني الحفة اليسرى الاختيار الثالث وسط الطريق الاختيار الرابع نحو الجهتين الجواب الصحيح هو الاختيار الأول حفة الطريق اليمنى عند الدخول إلى الطريق السيار من المدخل يجب عادة الاختيار الأول ارفع السرعة حتى تواكب حركة المرور الاختيار الثاني ادخل بسرعة أقل حتى تتجنب السيارات الأخرى الاختيار الثالث ادخل إلى الطريق السيار بسرعة أكبر حتى تكون في المقدمة الجواب الصحيح هو الاختيار الأول ارفع السرعة حتى تواكب حركة المرور الاحتياطات الأكثر أماناً التي يمكنك اتخاذها بشأن استخدام هواتف الخلوية والقيادة هو الاختيار الأول استخدام أجهزة اليد الحرة حتى تتمكن من الحفاظ كلتا يديك على مقود القيادة الاختيار الثاني اترك هاتفك في متناول اليد بحيث لن تحتاج إلى سهو عينيك عن النظر خارج الطريق الاختيار الثالث مراجعة الرقم قبل الرد الجواب الصحيح هو الاختيار الأول استخدام أجهزة اليد الحرة حتى تتمكن من الحفاظ كلتا يديك على مقود القيادة يعد حزام السلام أحسن وسيلة لحماية الجرحة من حوادث الاستضام عندما يرتديه الأشخاص الاختيار الأول الصائق وكل الأشخاص حيثما كانوا راكبين السيارة الاختيار الثاني الصائق الاختيار الثالث صغار السن الاختيار الرابع المسافرين لمسافة طويلة الجواب الصحيح والاختيار الأول الصائق وكل الأشخاص حيثما كانوا راكبين السيارة إذا كنت تقود سيارتك على الطريق وكانت سيارة أخرى تريد الدخول إلى الحارة التي أنت فيها يجب الاختيار الأول إن كان ممكن أترك مساحة للسيارة الاختيار الثاني خفف السير بسرعة حتى تتمكن السيارة الأخرى بالدخول الاختيار الثالث أسرع حتى تبتعد عنها الجواب الصحيح والاختيار الأول إذا كان ممكن أترك مساحة للسيارة يمكن أن تقطع الخط الأصفر للمزدوج إذا كنت تريد تجاوز سيارة أخرى الاختيار الأول إذا اتجهت السيارة التي تريد أن تتجاوزها نحو اليمين كي تسمح لك بالتجاوز الاختيار الثاني إذا كان الخط الذي بجانبك متقطع الاختيار الثالث الخط غير متواصل من ناحية الأخرى من الطريق الجواب الصحيح والاختيار الأول إذا اتجهت السيارة التي تريد أن تتجاوزها نحو اليمين كي تسمح لك بالتجاوز بعد تجاوز السيارة يجب أن تعود إلى الممر الأيمن حيث كنت الاختيار الأول عندما تستطيع أن ترى من المرايا الجانبية مقدمة السيارة التي تجاوزت الاختيار الثاني عندما يخبرك بذلك عن طريق البوق أو الضوء الاختيار الثالث عندما ترى ضوء السيارة الأخرى قد اشتغل الجواب الصحيح والاختيار الأول عندما تستطيع أن ترى من المرايا الجانبية مقدمة السيارة التي تجاوز الحالة التي لا ينبغي أن تقف عندما تكون حافلة مدرسية واقفة مستعملة الأضواء الحمراء الوامدة وعلى ما تقف وكد الدراع المفتوح هي عندما الاختيار الأول عند القيادة على طريق باتجاهين ومنقسمة وأن تتوجد على الجهة المعاكسة للحافلة الاختيار الثاني تستطيع التجاوز بأمان الاختيار الثالث لا يوجد أطفال الجواب الصحيح والاختيار الأول عند القيادة على طريق باتجاهين ومنقسمة وأن تتوجد على الجهة المعاكسة للحافلة عند التجاوز في طريق متعدد الحارات يجب الاختيار الأول أن تكون حارة التجاوز واضحة الاختيار الثاني لا داعي لاستعمال ضوء تغير الاتجاه الاختيار الثالث تجاوز من اليمين فقط الجواب الصحيح والاختيار الأول أن تكون حارة التجاوز واضحة إذا كنت على الطريق وكانت أمامك سيارة كبيرة يجب الاختيار الأول لا تبتعد منها أكثر من طول سيارة حتى تكون مرئي بالنسبة لسائق الشاحنة الاختيار الثاني تقترب منها كثيرا في الطقس السيء حتى يتمكن السائق من رؤية سيارتك الاختيار الثالث أن تترك مسافة كبيرة خلفها أكثر ما تترك عن سيارة ركاب الجواب الصحيح والاختيار الثالث أن تترك مسافة كبيرة خلفها أكثر ما تترك عن سيارة ركاب عندما تريد سيارة خلفك أن تتجاوزك يجب أن الاختيار الأول اتجه إلى أقصى اليمين ثم توقف حتى تمر السيارة الاختيار الثاني خفف السير قليلا وابقى في ممرك الاختيار الثالث اضغط على البوق كي تخبره بأنت يتجاوز الاختيار الرابع حافظ على سرعتك حتى تحافظ على سير حركة المرور الجواب الصح هو الاختيار الثاني خفف السير قليلا وابقى في ممرك يجب أن تقف فراغ أقدام بعيدا عن حافلة مدرسية مستعملة علامة قف والضوء الأحمر الوامد مع الدراع المفتوح الاختيار الأول عشرة الاختيار الثاني خمسة عشر الاختيار الثالث عشرون الجواب الصحيح هو الاختيار الأول عشرة على طريق بحارتين يمكن أن تتجاوز سيارة أخرى من الجهة اليمنى في حالة الاختيار الأول سائق السيارة التي تريد أن تتجاوز يريد أن ينعطف يسارا الاختيار الثاني إذا كان يسير ببطء الاختيار الثالث أبدا الجواب الصحيح هو الاختيار الأول سائق السيارة التي تريد أن تتجاوز يريد أن ينعطف يسارا كي تتجاوز عربة بطيئة الحركة في طريق بحارتين يجب الاختيار الأول استعمل الحافة الاختيار الثاني استعمال حارة العربات القادمة الاختيار الثالث لا تقطع الخط الذي في الوسط الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني استعمال حارة العربات القادمة إذا لم يكن هناك ممر الراجلين لكن هناك راجلين يريدون قطع الطريق يجب الاختيار الأول راقبهم ببصرك ثم تجاوزهم الاختيار الثاني قف واسمح لهم بالمرور الاختيار الثالث خفف السير حتى تتجاوزهم الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني قف واسمح لهم بالمرور كي تساعد على تجنب حوادث يجب الاختيار الأول تجهل الآخرين أثناء القيادة الاختيار الثاني تواصل مع الآخرين أثناء القيادة الاختيار الثالث تجنب القيادة أوقات الزحمة وأو الدروة الجواب الصحيح والاختيار الثاني تواصل مع الآخرين أثناء القيادة من الأهم أن تعلم عند القيادة إلى جانب شاحنة كبيرة أن هذه الأخيرة الاختيار الأول تأخذ مسافة كبيرة كي تقف مقارنة مع السيارة الاختيار الثاني تحتاج وقت قصير للانعطاف الاختيار الثالث تحتاج فقط مسافة طول سيارة كي تتوقف الجواب الصحيح والاختيار الأول تأخذ مسافة كبيرة كي تقف مقارنة مع السيارة بعد مرور القطار يجب الاختيار الأول فحص ممرات السكة الحديدية مرة أخرى ثم اقطع بحضر الاختيار الثاني انتظر الضوء الأخضر ثم اقطع السكة الاختيار الثالث اقطع السكة الجواب الصحي هو الاختيار الأول فحص ممرات السكة الحديدية مرة أخرى ثم اقطع بحضر يجب توخي البزيد من الحيط والحضر عند الاقتراب من أشخاص يحملون عصى بيداء الاختيار الأول لأنهم أشخاص عمات لا يستطيعون الرؤية الاختيار الثاني لأنهم لا يسمعون الاختيار الثالث لأنهم لا يستطيعون المشي جيدا الجواب الصحي هو الاختيار الأول لأنهم أشخاص عمات لا يستطيعون الرؤية عند تجاوز سيارة يكون آمنا إذا عدت إلى حارتك الاختيار الأول لا تستطيع رؤية السيارة مباشرة إلى يمينك الاختيار الثاني تستطيع رؤية مصابح السيارة الأخرى من المرآة الخلفية الاختيار الثالث تجاوز مقدمة السيارة الأخرى الجواب الصحيح والاختيار الثاني تستطيع رؤية مصابح السيارة الأخرى من المرآة الخلفية أي من الحالات التالية يكون التجاوز دائما ممنوع؟ الاختيار الأول تجاوز سيارة أخرى تريد تغيير الاتجاه يسارا الاختيار الثاني تجاوز سيارة أخرى متوقفة من أجل الراجلين الاختيار الثالث تجاوز سيارة أخرى في طريق بحارتين واتجاه واحد الجواب الصحح والاختيار الثاني تجاوز سيارة أخرى متوقفة من أجل الراجلين يمكن أن تتجاوز سيارة أخرى من اليمين إذا كانت الاختيار الأول تريد الانعطاف يمينا الاختيار الثاني تريد الانعطاف يسارا الاختيار الثالث أن تركنا بجانب الرصيف الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني تريد الانعطاف يسارا في تقاطع غير مراقب أي بدون علامات أو إشارات أو شرط مرور فإن القاعدة المطبقة هي الاختيار الأول الذي يريد أن يدور يسارا يجب أن يسمح للعربات القادمة من الاتجاه المعاكس الاختيار الثاني الذي في اليمين يجب أن يسمح للذي في اليسار الاختيار الثالث الذي يتجه مستقيما يجب أن يسمح للذي سيدور يسارا الجواب الصحيح والاختيار الأول الذي يريد أن يدور يساراً يجب أن يسمح للعربات القادمة من الاتجاه المعاكس هذه العلامة تعني الاختيار الأول يجب أن تقف في الأمام الاختيار الثاني أضواء حركة السير أمامك الاختيار الثالث الصرعة غير مسموح بها الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني أضواء حركة السير أمامك العلامة تمانية الأضلاع تاني الاختيار الأول خفف السير واسمح للآخرين الاختيار الثاني ممنوع الدخول الاختيار الثالث قف وقوفاً تاماً ثم واصل بعد التأكد بأنه آمناً الجواب الصحيح هو الاختيار الثالث قف وقوفاً تاماً ثم واصل بعد التأكد بأنه آمناً يمكن نقل الحيوانات على شاحنة صغيرة فقط إذا كان الاختيار الأول جوانب الشاحنة لا تقل عن 18 إنش في العلو الاختيار الثاني إذا كانت الحيوانات مؤمنة جيداً الاختيار الثالث باب الشاحنة الخلفي محكم الإقفال الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني إذا كانت الحيوانات مؤمنة جيداً أي من التالي صحيح؟ حول القيادة على طريق مبتلة الاختيار الأول عندما تسير بسرعة عجلات سيارتك تصبح أقل تحكماً في الطريق الاختيار الثاني إذا خففت السرعة تصبح الطريق أكثر صعوبة الاختيار الثالث الماء لا يؤثر إذا كانت عجلات جديدة الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني إذا خففت السرعة تصبح الطريق أكثر صعوبة تريد أن تدور يميناً يجب أن تستعمل ضوء تغيير الاتجاه الاختيار الأول على بعد مئة قدم من التقاطع الاختيار الثاني مباشر بعد وصولك إلى التقاطع الاختيار الثالث عندما تكون سيارة خلفك الجواب الصحيح هو الاختيار الأول على بعد مئة قدم من التقاطع تريد تغيير الاتجاه يصاراً من شارع باتجاهين في شارع باتجاه واحد عندما تكمل تغيير الاتجاه يجب أن تكون سيارتك الاختيار الأول الحار اليسرى للطريق الاختيار الثاني الحار اليمنى من الطريق الاختيار الثالث الحار التي في الوسط الجواب الصحيح هو الاختيار الأول الحار اليسرى للطريق من حقك أن تحجب التقاطع في حالات الاختيار الأول عند دروة الزحمة الاختيار الثاني أبدا تحت أي ضرف الاختيار الثالث عندما تكون حركة المرور جيدة لا توجد عربات كثيرة الاختيار الرابع عندما تدخل التقاطع خلال الضوء الأخضر الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني أبدا تحت أي ضرف عندما تريد أن تدور يجب أن تشغل تغيير الاتجاه الاختيار الأول 3 أو 4 ثواني قبل الوصول إلى التقاطع الاختيار الثاني مسافة سيارتين قبل وصول التقاطع الاختيار الثالث عندما تصل مقدمة سيارتك إلى التقاطع الاختيار الرابع فقط إذا كانت هناك سيارات خلفك الجواب الصحيح هو الاختيار الأول 3 أو 4 ثواني قبل الوصول إلى التقاطع لا يجب تركين سيارتك الاختيار الأول دمنا 100 قدم من مدرسة الاختيار الثاني جانب رصيف عليه طلاء أحمر الاختيار الثالث بجانب ممر حر للطوارئ الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني جانب رصيف عليه طلاء أحمر يمكن أن تقود سيارتك على ممر خاص لتفادي علامة أو إشارة مرور في حالة إذا الاختيار الأول قام شرطي بتوجيهك أن تفعل ذلك الاختيار الثاني إذا سمح لك صاحب الممر الخاص الاختيار الثالث إذا كنت تريد اختصار الطريق الجواب الصحيح هو الاختيار الأول قام شرطي بتوجيهك أن تفعل ذلك إذا كنت سببا أو طرفا في حادثة سير يجب الاختيار الأول أن تأخذ الشخص إلى أقرب مستشفى الاختيار الثاني قف ساعد أي جريح وبلغ الشرطة عن الحادث بادل المعلومات وبلغ شركة تأمين سيارتك الاختيار الثالث تابع السير إلى بيتك وحرر محضر الجواب الصحيح هو الاختيار الثاني قف ساعد أي جريح وبلغ الشرطة عن الحادث بادل المعلومات وبلغ شركة تأمين سيارتك إذا تعطل ضوء إشارة تغيير الاتجاه الوامد يجب استعمال الاختيار الأول بوق السيارة الاختيار الثاني إشارة اليد الاختيار الثالث تكلم مع الآخرين الاختيار الرابع الأضواء الجواب الصح والاختيار الثاني إشارة اليد إذا كان عمرك أقل من 21 سنة تعتبر تحت تأثير الكحول إذا كانت نسبة الكحول في الدم هي فراغ في المئة الاختيار الأول 0.08 الاختيار الثاني 0.8 الاختيار الثالث 0.2 الجواب الصحيح هو الاختيار الأول 0.08 تناول الدواء إلى جانب الكحول يؤدي الاختيار الأول الدواء سيقلل من تأثير الكحول الاختيار الثاني لا شيء سيحدث الاختيار الثالث ازدياد خطر الوقوع في حادثة سير الجواب الصحيح والاختيار الثالث ازدياد خطر الوقوع في حادثة سير شكرا على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة